السلام عليكم أهلا بكم في قناة هاشتاج هنتكلم النهاردة عن الطريقة الصحيحة للتظلم على نتيجة الإعلان الـ 14 أو شواء ساكن كل المصريين هنعرف مع بعض المواعيد الرسمية للتظلم وإزاي نقدم تظلم بطريقة صحيحة تخلي صندوق الإسكان الاجتماعي يقبل التظلم ده وهنتعرف مع بعض إزاي إحنا نقدر نتابع التظلم اللي إحنا قدمنا وهنعرف مع بعض كمان المدة الزمنية اللي هيرد علينا فيها صندوق الإسكان على التظلم اللي إحنا قدمنا ياريت تتابع معي خطوة بخطوة لنهاية الفيديو علشان نعرف كل التفاصيل ونعرف نقدم بطريقة صحيحة التظلم بتاعنا علشان ليك أنت فرصة واحدة بس للتظلم مش هينفى بعد كده تعمل تظلم مرة تانية فياريت نركز قوي ونتابع مع بعض خطوة بخطوة أغلب اللي بيشوف الفيديوهات على القناة غير مشترك فيها ياريت تشرفنا باشتراكك في القناة وعمل لايك للفيديو اللي اشتراك في القناة مجاني بدون أي رسوم يعني مش هيكلفك حاجة بس اشتراكك في القناة بمثل دعمك باللينا وبشجعنا على القصة مرار سندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التموين العقاري بعث الرسائل لبعض الأشخاص مش لكل الناس اللي قدمت بعث رسائل لبعض الأشخاص منهم بس كان بعضهم منطبق للشروط والبعض الآخر غير منطبق للشروط في ناس تانية طبعا ما تبعتش لهم رسائل وبيدخلوا على الرابط المباشر لنتيجة وبيعرفوا من خلال هالنتيجة وفي ناس تانية برضو ما تبعتش لهم الرسائر ولما بيجوا يدخلوا على الرابط المباشر عشان عرفوا نتيجة بتاعتهم تظلهم رسالة الرقم القومي غير مسجل ده معناه ان صندوق الإسكان لسه أصلا ما راجحش الورق بتاعه فما يقلقوش طبعا في خلال أسبوع أو أقل هتكون طبعا النتيجة بتاعتهم ظهرت سواء من خلال الرسالة أو من خلال الدخول على الرابط المباشر لمعرفة النتيجة والرسالة دي طبعا تخص شواء الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 أو ما يعرف بسكن كل المصريين لمنخفض الدخل ومتوسط الدخل وطريقة التظلم هنا طبعا واحدة لكل الإعلانات سواء الإعلان 14 أو الإعلان قبل كده كان 13 وقبل كده الإعلان 12 فأنا هناخد حالة عملية النهاردة هنتظلم لشخص قدم على شواء الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 لفئة منخفض الدخل وكانت نتيجة الفرز أنه غير منطبق لشروط التقديم بسبب أن الأوراق غير كاملة بسبب القيد العائلي الفترة الرسمية للتظلم أو المعاد الرسمي للتظلم من 28 مارس إلى 18 إبريل أي حد هيقدم بعد المعادة السندومي هيبص على التظلم بتاعه يعني آخر يوم يوم 18 أربعة علشان كده أنا بقول طبعا أي حد ما استلمش الرسالة يدخل على الرابط المباشر ويعرف نتيجته لأنه لو كانت نتيجته غير منطبق يقدر يجهز الورق المطلوب منه ويقدر يرفعه ويعمل تظلم هشروحكم في البداية بالمختصر المفيد الخطوات اللي احنا بنعملها اللي بنجي نتظلم وبعد كده هبدأ مع بعض خطوة بخطوة نقدم التظلم للشخص اللي معنا أول حاجة طبعا بتدخل على الرابط المختصر للنتيجة علشان تعرف نتيجتك أول ما بتلاقي النتيجة غير منطبق بيبقى مكتوب من تحت أسباب الرفض مطلوب منك كذا مثلا رغبة الحجز غير مدونة باستمارة الحجز أو أن الأوراق غير كاملة بسبب القيدة العائلة بتبدأ بعد كده تتجاهز الورق ده بتشوف الورق اللي نقصة إيه وتبدأ طبعا تعدلها أو لو كانت نقصة أنت أصلا مقدمتهاش بتبدأ طبعا تجاهزها وتصورها من موبايلك ببرنامج اسمه أنا قبل كده كنت عامل فيديو عرفتك إزاي تتصور أيها مستند أو أي ورق أنت عايزه وتحول الورق ده لملف وكمان تضغط الحجم بتاعه لأصغر حجم ممكن هسيب لك الرابط بتاع الفيديو ده أسفل الفيديو فلوسف بتقدر طبعا تبص على تطلع عليه بعد ما بتصور ملف بتاعك والورق المطلوب وتحوله بديف بتحفظه على الموبايل بتاعك بتدخل على النتيجة مرة تانية وتحط الرقم القوم بتاعك وبتظهر لك النتيجة بتضغط بعد كده على تظلم بتفتح لك مربع معين كده بتكتب فيه طبعا بتكتب فيه الطلبة بتاعك مثلا لو كانت طبعا رغبة الحجز غير مدونة باستمارة الحجز بتكتب طبعا تم كتابة المدينة المراد الحجز بها وتم إرفاق استمارة الحجز أو لو مثلا نسيت ترفق القيد العائلة بتكتب تم إرفاق القيد العائلة بعد كده بتضغط على الحجز اسمها إرفاق بتدخلك على المكان اللي انت حافظ فيه الملف بتاعك الملف البي دي اف ولازم طبعا ملف البي اف ما يزيدش عن 2 ميجا أول ما بتحمله بعد كده بتضغط على الإرسال بتظهر لك رسال هل انت متأكد من رسال لديك طبعا فرصة واحدة للتظلم تضغط على حسنا بعد كده بتظهر لك رسالة تانية تم تقديم التظلم بنجاح نبدأ مع بعض الخطوات العملية للتظلم هنفتح الموقع ده موقع معرفة النتيجة والتظلم في نفس الوقت هسبلك الرابط بتاعه اسفل في الوصف هنحط الرقم القومي هنا نضغط على نتيجة الفرز زي ما انتم شايفين كده غير منطبق هكبرها مع بعض زي ما انتم شايفين كده النتيجة غير منطبق الاوراق غير كاملة قيد عائل مميكان يعني مطلوب قيد عائلي نضغط على التظلم او تقديم التظلم نضغط على اختيار ملف بدخلنا على المكان اللي احنا حفظين فيه طبعا الملف بتاعنا انا حافظه طبعا في ملف اسمه التظلم قادل قيد عائلي تمام اترافع معنا او بتلايه طبعا اسمه ظهر هنا يبقى خلاص كده اترافع معنا برجاءة خل التظلم ايه برجاءة خل التظلم زي ما اقول طبعا في بداية الفيديو بندخل فيه هنا السبب بتاعنا او الطلب بتاعنا هكتب تم ارفاق القيد العائلي المطلوب نضغط بعد كده على ارسل ظهرت لك رسالة هل انت متأكد من اتمامها عملية الرسل لانه لديك فرصة واحدة للتظلم اوكي تمام ظهرت لك الرسالة دي تم اضافة الطلب التظلم بنجاح ومتابعة نتيجة حتى 18 ابريل خلاص كده احنا ايه قدمنا التظلم بتاعنا بنجاح فالموضوع سهل وبسيط اه ممكن تقدر تعمله بنفسك مش محتاج حد يساعدك ولا تتروح لاي حد بتاع سايبر عشان ياخد منك فلوس لانت ممكن من خلال الموبايل بتاعك بتقدم عادي جدا فالخطوات واحدة سواء من كمبيوتر او من موبايل طيب ساندوليس كان بيرد على التظلم احنا قدمنا امتى بيرد على التظلم بتاعك في خلال تمانية وربعين ساعة عمل وممكن كمان قبل كده في ناس بتعرف في نفس اليوم في ناس في اليوم اللي بعده في ناس في اليوم الثاني فالموضوع طبعا بيخدش وقت طيب لو انا عايز اتابع الطلبي اعرف ازاي بيرد عليك برسالة على الموبايل بتاعك او ممكن تدخل على الموقع مرة تانية بتدخل رقم القوم بتاعك هنا وبتضغط على مشاهدة نتيجة التظلم وبتقدر تعرف ايه انت تظلم بتاعك النتيجة بتاعته ايه لو اي حد اعزيز على الحاجة معينة ممكن يسيب لي تعليق اصفل الفيديو وانا ان شاء الله هرد عليك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه وتشترك في القناة لو سا ما اشتركتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته